إبراهيم النبي أقرأ عليكم من سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم إنه إسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وآله الآية الحادية بعد المئة بعد البسملة من سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي السعي في الحج من مناسك الحج فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر فانظر ماذا ترى منام نبي من أولي العزم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجز المحسني إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسني إنه من عبادنا المؤمنين وفديناه بذبح عظيم هل يمكن أن يكون الخروف حتى لو كان جنانيا أن يكون أعظم من إسماعيل هل هذا الكلام منطقي وفديناه بذبح عظيم هل هو الخروف الذي نزل من الجنان أم أنه الحسين مثل ما يقول شعراء الشيعة ويسيئون للحسين بذلك وسبب منهج الطوسي لأن منهج الطوسي فصل بين القرآن وحديث العترة صلوات الله عليها وفديناه بذبح عظيم المخالفون لأهل البيت يتحدثون عن خروف خروف نزل من الجنان تلك حقيقة وفديناه بذبح عظيم ما هو الخروف هل هو الحسين أبدا لا يمكن أن يكون الحسين فداء لإسماعيل الحسين فداء لله شاء الله أن يراك قتيل الحسين فداء لله وليس فداء لإسماعيل شاء الله أن يراك قتيل حين أراد الله سبحانه وتعالى أن يجود أقصى غاية الجود فجاد بالحسين على هذا الوجود شاء الله أن يراك قتيل يا أبا عبد الله إذن ما المراد وفديناه بذبح عظيم لا هو الخروف لا يمكن أن يكون الخروف حتى لو كان جنانيا أعظم من إسماعيل ولا يمكن أن يكون الحسين فاديا لإسماعيل الحسين ثار الله الحسين دم الله الحسين وجه الله الحسين فداء لله شاء الله أن يراك قتيل إذن ما المراد وفديناه بذبح عظيم إمامنا الرضا يحدثنا ويقول أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق وطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 187 إنه الباب السابع عشر بسنده عن الفضل ابن شاذان قال سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه الكبش الخروف الكبير القوي المكتمل البني هو هذا الكبش إمام رضا يقول لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون يذبح ابنه إسماعيل بيده تسليما لأمر الله هذا هو التمني الذي تمناه وأنه لم يؤمر بذبح الكبش وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فإسماعيل هو ابنه الأكبر وابنه الأول ابنه البكر لما أمر الله لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه الكبش هو الخروف الذي اكتملت بنيته قوته واضحة صحته كاملة مظهره مكتمل هذا هو الكبش وقد أنزل على إبراهيم من الجنة كي يذبحه مكان إسماعيل لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون يذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكان ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك فقال يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم أفهو أحب إليك أو نفسك قال بل هو أحب إلي من نفسي قال فولده أحب إليك أو ولدك قال بل ولده ولد محمد قال فذبح ولده ظلما على يد أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعة قال يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي قال يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين عليه السلام وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم فهذا الذبح العظيم لم يكن خروفا كان هناك كبش أنزل على إبراهيم وذبحه أنزل من الجنان وهذا الكبش ما هو بذبح عظيم ما هو بأعظم من إسماعيل والحسين لم يكن فداء لإسماعيل هؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواديد وهؤلاء الخطباء الذين يرددون هذه المضامين يسيئون إلى الحسين الحسين ما هو فداء لإسماعيل الحسين فداء لله سبحانه وتعالى ولذا هو ثأر الله هو دم الله عملية الفداء التي تحدثت عنها هذه الآية فيما يرتبط بالأجر الذي ناله إبراهيم فأجر جزعه على الحسين صار بديلا عن أجر حزنه على ولده لو أنه ذبحه بيده عملية الفداء هي هذه تلاحظون الفارق الكبير بين من يتمسك بمنهج العترة في فهم قرآنها وبين خطبائكم وشعرائكم ورواديدكم الذين تقدسونهم ويقودونكم إلى الضلال هذا هو الفارق الكبير هذا أثر للحسين في الحج لأن ما رآه إبراهيم فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل كان جزءا من مناسك الحج إنه رمز للتضحية بالنفوس في سبيل الوفاء بالعهود والمواثيق لمحمد وأهل محمد فما من نبي إلا وقد بعث بميثاق نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده ما من نبي بعث إلا وقد بعث بهذا الميثاق هذا ما هو كلامي هذه كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الشريفة ما من نبي بعث إلا وقد بعث بميثاق نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده الأئمة من بعده فاطمة وأولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم فما رآه إبراهيم فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل هو نحو تصديق ونحو إثبات عملي للوفاء بتلك العهود والمواثيق ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل كبشاً وصار ذبح الكبش رسماً ومنسكاً شرعياً في طقوس في طقوس الحج ومناسك الحج وهذه الواقعة لذكر الحسين فيها لمسة وفديناه بذبح عظيم هذه اللمسة الحسينية من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قرأت تعزية لإبراهيم قرأ مصيبة الحسين لإبراهيم رواية هكذا تقول فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك إلى أن قال له فذبح ولده ظلماً على أيدي أعدائه أو جعل قلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعة إلى أن قرأ المصيبة على إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدوانا كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخطي هذه قراءة تعزية أو لا قراءة مصيبة من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم الخليل أو لا ماذا تقولون أنتم فهنا فهناك مسحة لمسة لذكر الحسين في مضمون الحاج وإلا فإن الحسين لم يكن فداء لإسماعيل أنتم الذين تعتقدون بهذه العقيدة تسيئون للحسين الفداء كان فداء يرتبط بالأجر الذي ناله إبراهيم فإن الله عوض إبراهيم عن الأجر الذي كان يمكن أن يناله لو ذبح ولده إسماعيل بيده وكان إبراهيم يتمنى أن لو فعل ذلك وما أنزل الله الكبش عليه سبحانه وتعالى إكراما لنية إبراهيم هذه فإنه عوضه بأجر الجزع على مصاب الحسين بعد أن قرأت تعزيتها والمصيبة عليه ما هذه الرواية هكذا تقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه مسحة لمسة حسينية في مضمون الحاج فكيف يمكن أن نقايس بين زيارة الحسين وبين الحاج كيف يمكن أن نقايس بين زيارة الحسين 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 وبين الحاج الذي أشرف ما فيه من أجر ناله إبراهيم أبو الحاج أن نال أجرا على مصيباً الحسين بعد أن سمع قراءة التعزية والمصيبة من الله هذا هو حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قارنوا 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 بين هذا المنطق الذي يطل عليكم من شاشة قناة القمار وبين الهراء الذي تسمعونه من الفضائيات الأخرى من الشعراء من الرواديد من الخطباء من وكلاء مراجعكم الثولان قارنوا قارنوا بين هذه الثقافة الأصيلة الزهرائية الواضحة وبين الهراء الذي تتعلمونه من أولئك الحمير من أصحاب الحمائن نذهب إلى فاصل